طلابنا طلاب الثالث 2025 نكمل إليكم حلقة المراجعة المركزة اللي نكمل بها ما تبقى من المراجعة طبعا طلابنا أخذ تنقيط إحنا خلصنا التعاريف اللي يجي بالسؤال الثالث فرع A وخلصنا التوصيل يجي السؤال الثالث فرع B وخلصنا الإسقاطات المهمة بالمراجعة اللي يجي السؤال الثالث فرع C بقى السؤال الثالث فرع D اللي هو التنقيط جدا سهل ما أخذيه بننهج الكامل وإحنا نعاد نفسه بالمراجعة المركزة أختصار هو لو حرف صغير يسوي كبير لو فارزة ما موجودة تخليها نقطة ما موجودة تخليها علامة استفهام ما موجودة تخليها حلت فضت تمام يعني المسألة جدا بسيطة يقول لك في بداية كل جملة أول حرف من عندها يكون كبير الآي وين مصر يكون كبير الحرف اللي يبدن بالأسماء بالمدن بالبلدان بالأنهار بالشوارع باللغات بأسماء العلم دائما يكون كبير علي ومصطفى زينب مناسوها شوف كلهم كبير Arabic, English, French, Russian هذان جنسيات دائما كبير بعد الاسم اللقب اللي هو النواب شوف الل هاي تبدو بكبير والنواب تبدو بكبير بعد الألقاب اللي هي Mrs, Mr, Miss, Doctor اللي هي دائما بنهايتها النقطة الصير MRS نقطة, MR نقطة MISS نقطة هاي دائما أول حرف من عندهم كبير ولازم النقطة موجودة بنهايتهم دليل على الاختصارية زين بعد شنو أيام الأسبوع اللي هي Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday, Sunday, Saturday, Friday كل أيام الأسبوع أشهر الفصول فصول السنة الصيف الخريف الشتاء Summer, Winter, Spring, Ottoman Ottoman من العفو وأذن فصول دائما حرف كبير أيام الأسبوع أول حرف من عندهم كبير أشهر السنة أول حرف من عندهم كبير اللي هي جنوري فبوري مارش أبريل ماي جون جولاي وإلى آخره زين بعد شعدي بعد عدي اليس والنو خاف شوف اليس والنو دائما أول حرف من عندهم كبير ودائما بعدهم تخلي فارزة سوفلة ودائما قبلهم علامة استفهام ودائما بنهاية جملتهن أكو نقطة شوفت شكم خطأ عدي دا أنبهك عليه أربع أخطاء ملاحظة يوجد أربع أخطاء بموضوع اليس والنو لما تجيك يس والنو تصحيح الأخطاء بالتنقيط فهنا لازم أكو أربع أخطاء يلا لاحظ حسا هذا وعن علاقة بي هذا بداية الجملة فصار كبير وما عدي مشكلة حسا الجملة محلولة طبعا بس هنا هاي اليس من إجتني شويت قبلها خليت علامة استفهام لأن ما كانت موجودة اليس بحد ذاتها خليت حاوف ماتها أول حاوف كبير هو صغيري الطينية فهاي خطأ عين حليتهم بعدها فارزة سوفلة هاي صارتنا ثلاثة أخطاء نهاية جملتها نقطة هاي أو بعخطاء إذن نفتهمني اليس والنودا مني جواها ليش أو بعخطاء زين بالنسبة لطبعا كذلك كلمتي سو و نايدر نهاية جملتهم نقطة وقبلهم نقطة صار واضح؟ نهاية جملتهم تنتهي بنقطة وقبلهم أيضا نقطة يعني مو قبلهم علامة استفهام لأ قبلهم نقطة ونهاية جملتهم نقطة وأيضا أول حوف من عدهم يكون كبير نايدا بوسو زين بعد علامة استفهام مش وقت نستخدمها أكيد من نهاية الجملة الاستفهامية اللي لو تبدي بأداة سؤال أدوات السؤال اللي يبدن بWH كلنا نعرف هنا يبدن بWH أدوات السؤال أو ممكن يبدن بهاي الكلمة هو أيضا أداة سؤال أو احتمال بادي بفعل مساعد المهم جملة استفهامية فلازم نهايتها علامة استفهام وداما علامة الاستفهام نصلب قبل l-yes وال-no إذا أكو yes و no لأن l-yes وال-no هي بداية للجواب على السؤال فإذن الجملة اللي قبل l-yes وال-no هي السؤال نفسه و-yes وال-no إن الجواب لهذا السؤال فلهذا السبب l-yes دائما قبلها علامة استفهام حتى نوضح أنه هاي l-yes هي جواب يعني شاءكوا هواحد سائل وواحد مجاوب دي يقول له إيه نعم فإذن الجملة اللي قبل l-yes هي جملة الشخص السائل وأكيد هو سائل فلازم نهايتها علامة استفهام جملة yes هي جملة الشخص المجاوب وأكيد هو مجاوب لازم تنتهي بنقطة يلا هذا مثال هاي يدو بداية جملة أول حاوف منعدها كبير قبل الyes أكو علامة استفهام الyes حاوفها كبير فارزه أسف لا بعد الyes إلا يكون كبير وأن ما تكون نهاية جملة ها نقطة المثال هذا نفس الشي هاي بداية جملة أول حاوف كبير طبعا قبل أنه لازم أكو علامة استفهام yes أو no أنه أول حاوف منعدها كبير بعدها فارزة سفلة الآي كبير وبالأخير نخلي نقطة بالنسبة للفوارز الفوارز العليا نضعها عند الاختصارات يعني مثلا هي اس شون نختصرها صير هي اس فهو يختصرها ويشيل الفارزة أنت لازم تخلي فارزة النوت من نختصرها نحدف الأو ونخلي مكانها فارزة فهو يختصر لك النوت بس ما يخلي الفارزة يكتب انتي ايش بس انتي يكتب يعني بدون الفارزة لبناتهم فالتصحح الخطأ وتخلي الفارزة وهكذا اليول صريل يول عفوا صريول يعني يو وقبل بس ما يكتب لك الفارزة يخبث يلازم اكو فارزة حتى نختصر شارحها بالمستقبل البسيط فهو ما يكتب الفارزة فالتلع عليك تكتب الفارزة وكذلك قبل اس التملك اذا عندك فكرة عنها ان شاء الله تقدر تدرسها بالسالة الابتدائي او تاخذ عنها معلومة نحن ما نقدر نطبق لها ما عندنا مجرات صراحة نشروح كل الاساسيات ازيل بعد شا عدي الفارزة السفلة طبعا هي ما جاهقة التملك الفارزة السفلة نستخدمها بعد كلمتين اليس والنو وكذلك نستخدمها قبل كلمة بط وايضا نستخدمها قبل تعداد الاشياء الى ان نصل الى كلمة انت على سبيل المثال دي عدد اكثير من شخص علي زيد ماي براثر انت اي شوف لان الاي اجتي اخر اخر تعداد فاسبقتها بانت لان بالتنقيط هو يجي بك ياها جاهزة بس هنا بين اسمه و اسم ذول الاشخاص مايخلي فارزات لازم انت ش تخلي لازم تخلي فارزات حتى الصيب الجملة صحيحة علي زيد ماي براثر انت اي هو مايقول علي انت زيد انت ماي براثر انت اي شطلعتها شكم انت فيستغني عن كثرة الانتات بمن مكان الانتات يخلي فارزات يعني بدل ماك السعي يخلي انت انت حتى يعدد لا يخلي فارز فهاي الفارز هو بالوزار يشيلها اتلى عليك تخليها هنا I haven't يشيل لك هاي الفارزة فاتتكون تخليها لان هو مختصر ويان نوت في المساعد الهاب بالمضارع التام مختصر ويان نوت بس ما حاطت الفارزة اتتكون تخليها هاي هيز ما حاطت الفارزة اتتخليها هاي Ali's father هاي الس التملك ما حاطت الفارزة كنت تتخليها زين بعد شعدي هسه الشكل يأتي لك الأمثلة اللي هي بالسؤال الثالث فارع دي يقول لك بنكويشن اللي هو التنقيط يلا ركزوا ياي المثال الأول Ali can't travel to Basra next friday Ali اسم ولد وبداية كلام اذا اول حرف من عنده كبير ال can't جاوان الفارزة اللي قبل التي غيركه فارزة عليا حتى يصبح اختصارها صحيح جاواني جا يختصر فعل المساعد ويان نوت فاذا لازم نخلي فارزة عليا travel ما لعلاقة بيها تنزل to تنزل بصرة محافظة اسمها مدن اول حرف من عندها كبير next تنزل friday احد ايام الاسبوع اول حرف من عندها كبير وبالأخير اخلي نقطة المثال اللي بعده ريم بداية جملة واسم ابنية اول حرف من عندها كبير can't اخلي فارزة عليا بحث هذا كل الكلام ينزل مثل ما هو ما لعلاقة بيه شوفوا التغييرات ما اشف لك عليها نضلل لك عليهم الاخطاء وتصحيحهم يعني هذا اللي ما نضلل لك عليه يعني كل شي ما بيه ده ننزل مثل ما هو وصلنا النادي اول حرف من عندها كبير اربيل محافظة اول حرف من عندها كبير وبالأخير اكون نقطة يعني تنزل الجملة مثل ما هي وبالأخير اخلي نقطة بس هاي الاخطاء 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 نضلل لكياهن انا اللي معالجهن واللي يحتاج المعالج زين النقطة رقم ثلاثة آي بداية جملة وهي داع من الآي تكون كبير ويمها أم ما يصر آي أم قول اذا هاي باختصار للآن اذا لازم اخلي قبل الأم فارزة عليا اكمل باقي الكلام مثل ما هو وصلت السلوى اول حرف من عندها كبير نادي اول حرف من عندها كبير حلة محافظة اول حرف من عندها كبير مندي احد ايام الاسبوع اول حرف من عندها كبير وبالنهاية اخلي نقطة المثال اللي بعده بطول بداية جملة ناقصها موصلها اسم محافظة اول حرف من عندها كبير وفرايدي احد ايام الاسبوع اول حرف من عندها كبير وخلنا نقطة بعد ما انزل باقي الكلام مثل ما هو يعني ها بس هاي التغييرات والله الجملة ثلاثة ها تنزل مثل ما هي آر هاي بداية كلام اول حرف من عندها كبير وصلنا للنو النو قبلها علامة استفهام النو بحد ذاتها اول حرف من عندها لازم كبير بعد النو اولية نخلي فارزة عليا الآية هاي وين ما تكون لازم كبير مادام جاي يمها ام مباشرة اذا اخلي قبل الام فارزة عليا وبنهاية الجملة هنا بالاخير اكون نقطة هي بس هاي الأخطاء اللي تعدلها وتحصل درجة كاملة دد بداية كلام اول حرف من عندها كبير طارق اسم ولد اسمه طارق اول حرف من عنده كبير ايجبت مصر دولة اول حرف من عنده كبير بعد مارش احد اشهر السنة اول حرف من عنده كبير وبالاخير اخلي علامة استفهام وليس نقطة لان الجملة بادية بفعل مساعد اللي هو الدد جملة استفهامية زي they are شوف مختصر they will الار بس ما خلي الفارزة العليا هسا they بداية كلام اول حرف من عندها كبير فارزة عليا قبل الار حتى يكتمل الاختصار اكمل باقي الجملة مثل ما هي وصلت للنيذر قلنا النيذر او السو من نشوفهم قبلها النقطة خليت نقطة قبلها وهي النيذر او السو اول حرف من عندها شي يكون كبير زي وباقي الكلام انا ازلها هذا الاي قلنا وينما يتواجد اي وحدة لازم دائما يكون كبير حولتك كبير وبنهاية الجملة خلي نقطة هنا بداية جملة with اذا اول حرف من عندها كبير اكمل الباقي كله وصلت للyes اليس قبلها لازم على عم تستفهام اليس بحد ذاتها اول حرف من عندها كبير الفارزة السفلاهية موجودة بعدها فانزلها مثل ما هي لكن هذا الاي لازم كبير وبعد وخلي من نهاية الجملة نقطة هذا هو الباقي كله صح زي هاي بداية جملة هاي منا هاي او بداية جملة اذا اول حرف من عندها كبير منا اسم ابنية اول حرف من عندها كبير من قال هاي منا انتهت الجملة ويجع يقول ها فيو سين ليسأل ها فيو الفعل المساعد هاب وراء الفاعل يو ليسأل سؤال مقدم الهاب على يو وراها سين تصيف ثالث هذا مبارع تام وراها ريم المفعول به اسم ابنية اسا اذا هاي بداية جملة ثانية اذا بعد منا لازم اخلي نقطة لازم احفظ ليها هذا المثال هاي منا بعد منا اخلي نقطة انتهت الجملة بدأت جملة جديدة بما انه بداية جملة جديدة هاي فأول حرف من الهاب يكون كبير اليو ينزل مثل ما هو السين ينزل مثل ما هو ريم اسم ابنية أول حرف من عندها كبير وخلي منها هاي تجملة المثال الأخير والعاشر My mother is a fright of dogs, so am I يلا بكزوا يا أي My بداية كلام أول حاوف من عدها كبير وصلنا لل so يعني هذا كل ينزل مثل ما هو من ذلك يقول لك وصلنا لل so قصدي هذا كل ينزل مثل ما هو ينزل مثل ما هو وصلنا لل so من نوصل لل so لازم قبلها نكتب نقطة وال so بحد ذاتها أول حاوف من عدها كبير الآن تنزل مثل ما هي والآي هذا قلنا وينما نلقاه يكون دائما كبير إذن اكتبته كبير وخلي بعد الآي نقطة نهاية جملة إن قلت لكم so إننا إذا بداء من قبلهم نقطة وبنهاية جملتهم أكون نقطة وهذا نكون خلصنا التنقيط عدي هاي إسقاطات طلاب وحدة من عدهن قلت لكم يعني اللي هنا المفروض غير مهمات لكن نجاوبوهم بالامتحان فلهذا السبب طب قلت لكم شوية هاي إسقاطات مو مهمة خذتها بالمراجعة المركزة وهذا إني وحدة من عدهن لأن هذا المثال الأخير هو إجاب 2023 دور أول إجاب الإسقاطات يلا إن في كيوينغ يعني شو مثل ما نقول واقف تنتظر يعني تنتظر بالطابور دوينغ تفعل يعني لا يوجد أو لا كيو طابور فالجملة الأولى ننزل بها دوينغ حتى تصر الجملة الثانية دقيقة دقيقة أراك دقيقة لا إذا لازم أقل لا أراك في دقيقة إذا في أنزل الان اللي معناها في أراك في دقيقة أنا في شوف إجاء اي قبل الفرار يعني اللي بعد الاه هو أكيد راح يكون اسم شنو عدي الاسم هو هاذا كيو طابور يعني داي يقول أنا في الطابور أنا في الطابور بعد داي يقول فراغ تايم شو مثل ما نقول داي يقول فراغ يوجد وقت لذلك تعالي الآن يعني شنو قصده لا يوجد وقت هانش قيت قبل شوي قيت فراغ يوجد وقت لذلك عد الآن يعني بالفراغ شنزل أنزل لا حتى أصير لا يوجد وقت لذلك عد الآن فإذا أنزل نو حتى أصير نو تايم بهذا الفراغ أنزل نو طلاب يعني هاي لازم معنا لازم أنزل نو حتى أصير نو تايم زيان ليش لازم أنزل نو لأنش قيت لها بالأخير قيت لها قم باك قم باك عد باك نو عد الآن يعني شنو يعني ماك وقت فإذا أنزل نو نو تايم باك نو عد الآن نو تايم ماك وقت زيان فنزلت نو هذا المثال الأخير اللي إجاب الوزاري بـ 2028 دور أول What are you فراغ for ما الذي فراغ لأجله هاي فور معناها لأجله فشنو قاصدين قاصدين كيوينغ ما الذي تنتظر لأجله أو على شنو أنت لازم سره شنو السره اللي لازم بيه يقلك What are you كيوينغ ننزل كيوينغ فور ما الذي تنتظر لأجله أو لأجل شنو أنت جاء تصطرف واحد يعني هي القصة موجودة عدكم بالكتاب إنه أكب ناية جاي لازم يطابوه حتى تشتري من محل ما ذكر صمون والله نسيت شنو المحل مهم فد محل واقفة تشتري من عنده فأمها بالتليفون تقول لها أنت جاي واقفة سرع على شنو أي فهميني واقفة سرع على الخبوز واقفة سرع على الكباب واقفة سرع على شنو بس خنفتهم بس لا واقفة سرع على البنزين إذا لازم تسأل هذا السؤال حتى بتها توضح لها فشون تسألها بالإنجليزي؟ شون؟ خلو ما تحكيها بالعربي هم أجانب فش تقول لها تقولها لأجل ماذا تنتظرين؟ لأجل ماذا تنتظرين؟ إتي لازم أسرع على شنو كيو طابور كيوينغ فعل بإنجي جانا كفعل هنا إتي على شنو جاي تنتظرين؟ أو مصطفل؟ لازم أسرع بالطابور ولهنا نكون خلصنا لكم المراجعة المركزة يا رب إن شاء الله تكون فادتكم شكرا